معارضين كما لهارس وعلى رأسهم ترامب طبعاً بيتهموها أنها لجأت لكرت أنها سوداء البشرة وتنتمي للطبقة العاملة من لما قررت تترشح أنه يعني صارت تبالغ في الترويج لهذا الشيء عشان توصل للناخبين السود والناخبين من الطبقة العاملة ومن يومين لغاية الآن في مقطعين لها متداولين في كل مكان في أمريكا على كل المنصات والشاشات المقطعين من حدثين مختلفين وفي نفس اليوم بفرق ساعات لكن البعض يدولون يقولون ليس ما أتحدث عن هذه اللهجة المختلفة لتفكر أن تعقل على ن fans لقonda الריbergific التي يجب عليك أن تتكرار من یونيان للمسيحات الجوانسية كتبا تتكرار من یونيان statistical animations bushfire تتكرار من أجهات الجوانسية علاوية سنة علاوية الحейств لalandغ علاوية الحituاء علاوية الحبر اور escapes jdakunios علاوية الحل علاوية الحد أنه من ترجم المقطع لأنه مضمون ومو موضوعنا يعني موضوعنا لهجتها الجزء الأول اللي سمعتوه كان من خطاب كمالا في عيد العمال في مشيغن أما حضور أغلبوا من الطبقة العاملة واتهموها اللي تداولوا هذا المقطع أنها تصنعت لهجة جنوبية بيسموها بي الإنجليزي اللي هي Southern Accent قال يعني عشان تتماهى مع الحضور وقالوا يا جماعة كمالا ما بتتكلم كده أصلا يعني واستعانوا بنفس الجملة اللي رجعت قالتها في خطاب ثاني في بيترسبورغ وقالوا أهو ما بتتكلم كده وهذا الدليل خلينا نشوف المقطع الثاني بعد ما شرحت لكم الجدل أقوم بالحسب الحقيقة المقطع سبب انتقادات واتهامات لكامالا بتصنع اللهجة والتمثيل يعني لاستمالة الناخب ومن طبعا قاد الحملة هذه في الإعلام فوكس نيوز طبعا مراسل فوكس نيوز وفي مؤتمر صحفي قرر يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض ويسألها من متى كامالا لهجتها كده متحدثة جنجنونها Voice of Detroit control one tone of voice is this something the same line okay Peter then she I she used the same line in Pittsburgh and it sounded like she at least had some kind of a southern i mean you hear the question that every do you think Americans seriously think that this is an important question they carry you know what they care about they care about the economy they care about lowering cost they care about health care اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر